يحتاج كبار السن إلى الرعاية والاهتمام التي قد لا يجدونها عند أفراد أسرتهم فيلجأون إلى دار المسنين دار المسنين تضم عددا كبيرا من المسنين الذين تخلوا عنهم فلذة أكبادهم فهي توفر لهم عدة خدمات كالطعام والماء والملبس والرعاية الصحية وتوفير الحماية والأمان لهم وتقديم لهم الدواء في الوقت المحدد وتساهم في تقديم أنشطة ترفيهية فمهما توفرت كل هذه الخدمات على الأبناء الاهتمام بالوالدين ورعايتهم والإنفاق عليهم وقد دعا الإسلام إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ففي دار المسنين يكون المسن وحيدا في غرفته بعيدا عن أبنائه وأحفاده فهم يعانون من الوحدة ترى الحزن والاكتئاب في أعينهم فلم يتصوروا يوما أن ذلك القفل الصغير الذي تربى في حضنهم يتخلى عن والديه في دار المسنين لأي سبب من الأسباب والابن الذي يتخلى عن والديه هو شخص بلا ضمير وفاقد لحس الإنسانية إن بر الوالدين جوهرة يستع نورها على من يحافظ عليها فالبر يحظى برضى الله ومحبته والفوز بجنته شكرا 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 شكرا